السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برناميكم المتميز اقرأ في الحلقات الماضية تعرفنا على أشكال وأصوات الحروف من الألف حتى السين ألف با تا ثا جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين تعرفنا إزاي نمطأهم وشكل الحروف في أول الكلمة وفي وسط الكلمة وفي آخر الكلمة تمام؟ هنراجع مراجعة سريعة مع حبيبنا الحلوين المقطاطين ونشوف من اللي فاكر الحركات من اللي نسيها من اللي هيعرف يقطع من اللي هيعرف يقول يقرأ الكلمات يلا بينا يلا بينا أول حاجة طبعا متعودين عليها احنا نسطر السبور ليه يا أستاذ كل اللي مرة تسطرنا عشان الطفل يتعود شوف في حروف بتنزل مع السطر في حروف ما بتنزلش مع السطر تمام؟ ونشوف هنراجع مراجعة سريعة كده على حركات حرف السين وقلنا ان السين كتبتها قبل اي حاجة اهي شوف اعمل دال كده اهو يا جمع ادي السين تمام كده؟ بعمل دال اهو وسنة كده وبعدها بشويتين سنة تانية وهو ودي كذا اهي تمام كده؟ طيب السين يا حضرات بتكتب كده طيب عاوزين نسمع صوتها يلا سريعا كده سين فتحة سا سين كسرة سي هن سين ضم سو السين بعدها مدبل الالف برافو عليك يا حبيب وليدك اي وكده السين بعدها مدبل يا الله ينور عليك سا سي السين بعدها مدبل واو برافو عليك يا حبيب وليدك يبقى الحركات القصيرة لها الفتحة والكسرة والضم ماشي حركات القصيرة كسرة فتحة كسرة ضم الحركات الطويلة يعني هي هي الحركة بس من مدها شوية من طولها شوية سين بعدها ما دي بالألف سا سين بعدها ما دي بالياء سي سين بعدها ما دي بالياء سو طب يا أستاذ السين اللي عليها كده إيه ده هي تنقرها زي ده السين الساكينة دي نعرف انطقل وحدها الله ينور عليك يا حبيب والدي أيوة برافو عليك يا تنورة الحرف الساكن حرف ضعيف لابد أسنده بحرف قوي متحرك زي ايه كده يا أستاذ قولي كده أهي آلف همزة فتحة أ سين ساكينة أث ولابده كده أث ما ينفعش أقول أث أث ما ينفعش آه دي ثاء دي سين أما الثانية ثاء اللي بطالة طرف الثاني فيها آلف همزة فتحة أ سين ساكينة أث طيب آلف همزة كاسرة إي سين ساكينة أث طيب لو لو آلف ضامة لو آلف همزة ضامة يتوب إيه أس يوب أس إس أس الحرف الساكن حرف ضعيف هو حد يقولي في ناس بتخطأ من حتى كمان للأسف الشديد من زميلة لابد أسمع صوت حرف السين ونواقف عليه أس سينة أس إس أس لابد أسمع صوت حرف السين ونواقف عليه سكون ما ينفعش سأ ما ينفعش أب ما ينفعش أس ما ينفعش أج ما ينفعش أح ما ينفعش أخ ما ينفعش دي حرف السين لابد أسمع صوتها ونواقف عليها ألف همزة فتحة A سين ساكنة S ألف همزة كسرة E سين ساكنة S وهكذا حس 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 وهكذا تمام كده يا حضرات؟ طيب ده بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للحركات حرف السين القصيرة والطويلة والظاهرة اللي هي السكود طيب عايزين بقى نشوف كده سريعا كده مراجعة سريعة كده على المد والممدود في حرف السين يلا كده قبل ما نبدأ لإيه؟ قبل ما نبدأ حرف النهاردة يلا حبيب يا حلوين كده هذه الكلمة هي؟ يلا حبيب يا حلوين كلمة المد يلا الحرف لإيه؟ الممدود هقول كلمات كده يلا يلا طمور يلا حمادة يلا حبيب يا حلوين هنكتب كلمة مثلا فيها إيه؟ ها هون انت أقول الكلمة كده حبيبي وأستاذ المخرجنا لو فيه أي مداخلات للأطفال أنا معهم ما بش مشكلة خلصنا هاي يلا حبيب يا حلوين يا مقطعطين يلا أيوة سين فتحة سا السين بعدها مد بالألف الله ينور عليك سا ميم كسرة مي ميم كسرة مي يبقى سا مي را ضم رو يبقى كلها على بعضها إيه؟ سا مي رو طيب الكلمة دي فيها مد بالإيه؟ فيها مد بالإيه؟ الله ينور عليك أيوة كده ها دي حددنا المد بالألف هون يبقى إيه؟ مفيش حاجة اسمها مد بالميم مفيش حاجة اسمها مد بالراء تا 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 حروف المد ثلاث ألف واو يا مش يه أيوة تمام كده يبقى سا مي رو فيها مد بالإيه؟ بالألف طيب الألف ديها تنمر مدت مين؟ مدت الميم؟ أيوة الله ينور عليك تمام؟ درابو عليك يا حبيبي يبقى الألف دي مدد السين ليه بقى؟ عشان السين عليها فتحة وقدمها وقدم الألف والألف مش معلها همزة ولا علها تشكيل ولا علها ايها وخلص نهاية لا فتحة ولا كسرة ولا ضمة ولا سكون ولا همزة يبقى دي ألف مد سا ميرو طيب احنا قلنا الألف مدت مين؟ الله ينور عليك تمام هنشوف كلمة ثانية سريعا سريعا كده يلا هنشوف مين لي شطر وحيقول يلا يلا حبيبي يا حيوين كده يلا هم؟ لا 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 مش سويا طبعا يعني ماشي هم؟ خا فتحة خا سين كسرة سي البعدها مد بالياء سي يبقى خا سي سين ضمة سو يبقى خا سي سو الكلمة دي فا هم مد فيهắt؟ الله ينور عليك الياء دي بقى هذه الياء أهيت مد في الياء الياء دي مدت مين؟ مدت السين المكسورة ولا السين المضمومة؟ الله ينور عليك يبقى لياء مدت السين المكسورة ما ينفعش أصلا تمد اللي وراها وما ينفعش تمد حاجة مضمومة صح ولا لا؟ يبقى مدت السين المدغدغ السين المكسور تمام كده يبقى هي مادة السين المكسورة وقدامها يعني يقدي معلاش تشكيلة معلاش اي حاجة يبقى مادة مين السين مش معنى السين يعني عشان قدام الحرف وكمان السين تحتها كسرة تمام كده اخر حاجة بقى في المدود يلا عاوزين كلمة فيها مادة بدواء يلا كده حبيبي يا حلوين مقديني محمد ماشي يلا السلام عليكم يلا يا محمد ازاكي حماد عامل ايه انت منيني حبيبي احسن ناس ايه ده وماشي على المنفية بس اللي بتتصوه فينا ماشي حبيبي عالمون اهل و سلام بحضرتك وكل سلامهم طيبين والأسرة كلها تب يقرالي بقى يا حبيبي يستهجالي الكلمة دي كده وقرالي يلا كده انت تسمع من الايه تسمع من التليفون وتبص على الشاشة والشاشة حتجيب لك الايه حتجيب لك الكلمة حرف حرف يلا ايه بس انا عادة تقول ايه جيم ضمة جو يلا ايه بصلي هنا حبيبي الواو هنا تنطقها ليه حبيبي الواو هنا معلاش تشكيله خالص ما ينفاش تنطقها يا حبيبي دي وو مد ما تنطقهاش خالص ماشي الواو بتمد اللي قدامها بس ماشي ومعلاش تشكيله خالص اه يبقى جيم ضمة جو سيم ضمة سو بعدها مد بالواو سو يبقى جو سو رأضم رو يبقى مين ما تقوليش جو سوا و رو لا الواو ما تتنطقش هنا خالص نهائي يا مد واو مد الواو مدت السين بس يبقى جو سو ليه ahí الواو فيها مد باليا حبيبي يا مد بس بالسين يبالله عليه إحنا اتفقنا اتفقنا يا حبيبي إن حروف المد تلاثة بس الف bluetooth لا ما ينفحش مد بالسين ومد بالجيم ومد بالراء هي حروف المد ألف يا واو الله هين الحرف هنا فين الالف او الواو او الياء هنا اهيه معلاش كمان تشكيلة كمان يبديل المد يا حبيبي يلا يبديل المد مد بالايه مد بالو الواوه هي عليه معلاش تبص يبقى جسوره طيب الواو هنا يا حبيبي مادة الرأو ولا مادة السينو الله ينور عليك ايوة كده حبيب والديك بتبص الواو هنا مادة السين عشان قدامها السين قبل حرف الواو و المادة هو وعليها اما كمان هذا يا حبيبي برافو عليك يا حمادة برافو عليك شكرا يا حمادة شكرا يا حبيبي يبقى كده تعلمنا يا حبيبي حلوين تدريب سريع على المد والممدود تعالوا بقى نشوف التقطع كده يا سلام بقى لو في حد كده من من ابناء العزاء يقطع معي على الهوة كده حل الكلمة لمقاطع صوتي لابد يا حبيبي حلوين اوليان امور ما تروحش الحرف الا لما تراجع الحرف اللي قدامه يعني ما تروحش الحرف في الشين مثلا قبل ما تخلص الشيء السين لابد يكون السين مخلص عليها كويس تمام كده طب يالله هنا اعاوز ان اقول ايه حلل يالله الى ايه الى ايه الله ينور عليك يا حبيبي والأيوة تامر دايما 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 كده معي عزاء ماشي هاتمر نحلل يعني برضو مقاطع صوتي عشان الناس اللي ما تفرجتش علينا قبل كده المقطع الصوتي حتة من الكلمة جزء من الكلمة لو قطعناه نعرف نمطقه لوحده تمام كده يالله طب يالله نشوف كده ماشي والقاعدة تاني حولها لكو تاني الحرف المتحرك لوحده مقطع الحرف الساكن مع اللي قابله الحرف المد مع الممدود تمام كده يالله نكتب كلمة كده يالله حبيبي يا حلوين كده يالله حبيبي يا حلوين كده حد يستهجال الكلمة دي كده ويقطعها دي يالله حبيبي فين الناس فين التليفونات ماشي حبيبي يبقى صاح كده تنمر قول معايا مين فتحة ما سين ساكنة ينفع انطقل وحدها حتتنطق مع المين مين يبقى يقول ايه مس ايوا جيم كسرة جي يبقى مس جي دل ضم دو يبقى على بعضها يقول لها ايه ما ما مس جي دو فيه بص يا تامر فيه بعض كده لأطفال ممكن ما يعرفوش ينطقل مين مع السيد نقول لهم ايه اقول لهم خدها من الاول من اول الالف خالص من اول الالف ا ا ا اس 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 بس 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 لحد ما يوصل للمين تقولها في دماغة كده وفي سرقة كده عشان ايه عشان تعرف تقولها بسرعة مين فتحة مس اه يوصلت لها بسهولة جدا يبقى اس 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 بس 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 لحد ما اوصل للايه خس 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 مس اهي مس جي دو طيب واحنا ما نقطعها هنا يا تامور ها نقطعها ازاي نحللها ازاي لما خدها صوتية الله ينور عليك صح كده يبقى الميم مع السين لوحدها ما اقطع عشان ايه حتى بس شو بقولها ازاي مس قطعت اهو قلتها قلتها عادي طبيعي جدا مش اي مشكلة يبقى مس ها الجيم معها اللي ملو ايه الله ينور علي ايه الجيم اهيه لوحدها مع الدل ولا وحدها ايوه الحرف المتحرك ما بعدوش لا سكون ولا بعدو مدل واحده اهو مس جي وده لهيانا يبقى كم اقطع هنا الله ينور عليك يا حبيب والدي كده اه خدنا مراجعة سريعة على حركات حرف السين والماد والممدود حرف السين وكمان حللنا المخاطع الصوتية حرف السين النهاردة يا حبايبي يا حلوني يا مقطاطين هنتعرف على شكل حرف الايه الشين اسمه ايه شين اسمه ايه يا حلوني يلا وما تقولوا معايا شين اوعى فيه ناس هتغلط يا ولاد في نطق الجيم والشين يقول لي جيم لا ما تعطاش هاش جامد وقتقولها جيم زي الدل كده ولا جيم اللي هي القاهرية تمام كده اسمه جيم ماشي وحدها كمان الناس بتغلط فيها في سكون حرف الجيم في ناس عشان تاخد بالها النهاردة هناخد حرف الشين اهو حرف الشين يا حضرات اهو نفس حكاة برضو جال اهو واهو ادي حرف الشين كمان في ناس بتغلط في في الحرف الساكن هو الجيم الجيم الساكنة اهي وبتنطاها شبهة الايه عشان بس نفكركم بيها يا حبيبها حلوي اهي شوفوا هنا ديت كده ودي كده يلا حد ينطق دي ودي كده اي دي اج لابد بص توقف عليها وتخلقالها كمان الجيم الساكنة كده بص ما اطلعش الهواء من بوقع اقف عليها اج اج ما ينفعش يطلع الهواء بعد ذا شوف الشين بقى شوف الشين هقولها ازاي اش طلع الهواء هو بص اش عشان تركزوا عشان في ناس بتغلط في الحرف الجيم وبتخليه تنطعوا زي الايه اهو مثلا اهو في ناس فعلا في ناس ويقول ايه اشمل اجمل لا تب شبيهة بالشين الشين بطلع الهواء من بوقع وانا بقوله شين لا جيم لا اج اجمل اج اج فيها قلقالة هي اج ما ينفعش قول الاش لا دي جيم ودي شين عشان نفرق بينهم في النقطة يا حضرات تمام كده ده حتة بس كده لابد اقولها عشان ايه للناس الكبيرة برضه يا الله حبايا بحلو يا الله بقى حرف الشين يا ولاد هو هو تبك الحرف السين بس عليه تلات نقط تعالوا نشوف كده ادي الشين اهو منفردة هي ادي الشين اهي في الصفق بصوا كله طلع كراسة شكل الحرف كراسة شكل الحرف طلعها لي على يمين كده اكتب الشين منفردة يلا حبيبي يا حلوين يا مقطاطين يلا اهو يلا حبيبي كده كراسة شكل الحرف طلعها لي وهو ادي حرف الشين منفردة اهو تمام كده وانزلي بيها حضرتك انزلي بيها كده يلا حرف الشين النهارده هنأخذ اكتبع كراسة شكل الحرف الاول عشان نتعرف على شكل حرف الشين طيب يا أستاذ احنا كتبنا الشين منفردة بعد كده نعمل ايه في الصفحة الشمال عشان طبعا انت الناس اللي الناس اللي مش عارفة ايه كراسة شكل الحرف احنا عندنا ثلاث كراسات كراسة شكل الحرف كراسة صوت الحرف كراسة الاملاء تمام كده يلا يا حبيبي حلوين يا مقطاطين كده حرف الشين اهو هو 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 حرف السين بس عليه تلاث مقط يلا كده حرف الشين في أول الكلمة كده أدي الشين في أول الكلمة الشين في أول الكلمة يا حبيبي يا حلوين يبقى تقطين بتمسك في اللي وراها أهو مش حرف رفاص الشين بتمسك في اللي وراها الشين بتمسك في اللي وراها ده بنجيب مثال كده يا حبيبي يا حلوين نعم أدي الشين أهيه يلا حبيبي يا حلوين الشين فتحة شاء الله ينور عليك يا حبيب والديك تعالوا شوفوا كده أدي الشين مسكت في الجيم الشين مش رفاصة معايا منصور أدي الشين فتحة هيه ماشي شا جيم فتحة جا را فتحة را شا جا را تا مربوطة ضمة تو يبقى أدي الشين يلا يا سيد منصور الشين هيه فأول الكلمة مسكة في الوراء أهي تمام كده ماشي طيب الشين يا أستاذ في وسط الكلمة يلا حبيب يا حلول يا مطاطين كده تعالوا نشوفها شكلها إيه أهي أدي الشين في وسط الكلمة مسكة في اللي قدامها واللي وراها امتى بقى مسكة في اللي قدامها واللي وراها ها لو ما سبقهاش حرف رفاص عشان الناس برضو ما تطلق باطش تعالوا نشوفه كده ها يلا الله ينور علي حا فتحة حا هذه الشين هيه هو لا تزعل أولها لك يعني هذه الشين في وسط الكلمة مسكة في اللي قدامها والوراء هو حا شا را تو ناشي ها فتحة حا شين فتحة شا يبقى حا شا را فتحة را يبقى حا شا را تأضم تو يبقى حا شا را تو حا شا را تو هذه الشين هيه في وسط الكلمة ماسكة في اللي قدامها والوراءها شوفوا اهي فاردة جنحتها لاتنين بس لو ما سبقهاش حرف رفاص اه عشان ما بش حد يقول لي ده مستر محسن قال لي ان الشين في وسط الكلمة ماسكة في اللي قدامها والوراءها اقول له كلمة كده هو مثلا زي دي كده مثلا الف همزة فتحة اه شوفوا حرف رفاصة هو شوفوا الحتة دي ادي الشين هي ماشي ادي الشين هي ماشي تمام كده اه واحد يقول لي طب يا أستاذ ما هي الشين هي ما مسكتش في اللي قدامها لا اقول له هذا حرف رفاص ايه الحرف رفاصة يا أستاذ سريعني يالله اقول له كده ها الالف ها والدال والذال ها والواو ماشي قبل الواو عشان برضو ايه بالترتيب يالله الالف دال ذال ها الرا والزاي والواو دي اسمها حرف ايه حرف رفاصة بترفص الحرف اللي وراها على طول ادي الالف همزة فتحة رفاصة دي الشين يا جماعة عشان ماشي حد يقول لي ده انت ايه لي يا أستاذ ان الشين مسك فرد اجنحتها لاتنين اقول لك لو سبقها حرف رفاص هيطرفص الالف رفاصة الشين الف همزة فتحة ا شين ساكنة اش را فتحة را بأضمة بو اش را بو انا بكتب لك الكلمة عشان بس نشوف شكل حرف الشين في وسط الكلمة وبشوفه ازاي تمام كده؟ طب حرف الشين يا أستاذ في اخر الكلمة يلا حرف الشين في اخر الكلمة هو لو الحرف الشين في اخر الكلمة ما سبقهوش حرف رفاص يوبقى ايه؟ يوبقى يمسك في اللي قدامه تمام كده؟ زي ايه كده بقى؟ مش 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 يا عم عشان خاطر اهو مشي فيها وصط الكلمة وفاخر الكلمة كمان مش شوف بقى هاشوف اهو هذه الشين في اخر الكلمة ايه؟ تعالوا يشوفوها كده محا الشين في اخر الكلمة ايه؟ سنة والتانية والتالتة نزل بها الكاسة كده ماسكف اللي قدامها أول حد يعمل لي الشين فاخر الكلمة كده بصولي كده مش حد يحطلي ممكن ننتبه يا تامر شوية حد يعمل لي كده صح ولا غلط الله ينور عليك الشين فاخر الكلمة هي تنزل بالكاسة بتاعتها بالسنة التالتة بتاعتها كده هو حد يعمل لي سنة ربعة لا ماشي يا اسلام انتبه يا اسلام أصلا يجيلك تمام يلا حبيبها حلون كده ادي الشين هي فياخر الكلمة هي لو ما سبقاش حرف رفاص تمام كده طب لو سبقى حرف رفاص يا أستاذ يا منصور لو سبقى حرف رفاص يبقى شكلها عامل ازاي تبقى منفاردة كده أيوة حرف رفاص اللي هو الالف او الدال او الذال او الراء او ازاي او الواو انت اول عارف انت او يا اسلام اول مرة تعرف حرف رفاصة عشان ما حضرتش معنا هنا قبل كده كتير حرف رفاصة حبيبي يعني ما بتمسكش في اللي وراه ماشي الالف والدال والذال والراء والزاي والواو شطور ايوة كده انا عاوزة كده تبقى اي شطر يا اسلام برابو عليك حبيبي ماشي طب يلا حد يقول لي كلمة كده الشين كده منفاردة كيف اخر الكلمة يالله عين فتحة ع رأسة كنة عر شين ضمة شو يبقى عر شو شين شين ايوة بص حبيبي حلوين عاوزين ننتبه يا محمد يا شاهد ماشي ادي الرأسة كنة ماشي رفاصة الشين بقت منفاردة كده سنة والتانية وبنبعد شوية والتالتة ادي اهيه تمام عرش الرحمن عرش الملك تمام كده تمام حبيبي حلوين عين فتحة ع رأسة كنة عر شين ضمة شو 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 ما بيش حدي يقولي جو لأ شو شو تمام كده ادي تعرفنا على شكل حرف الشين في اول الكلمة زي شجرتو وتعرفنا على شكل حرف الشين في وسط الكلمة لو ما سبقهوش حرف رفاص زي حاشاراتو ولو سبق حرف رفاص في وسط الكلمة زي أش رابو ودي الشين هيت في آخر الكلمة لو ما سبقهاش حرف رفاص زي مش مشو ودي الشين منفردة هيت لو في آخر الكلمة لو سبقها حرف رفاص زي عرشو فرشو ماشي فرشو لو مش عجبك يعني درشو تمام كده كده يا الله نقفل كراسة شكل الحرف وده الواجب بتاعك يا حضرات لابد تنزل بالكلمات ديك ولابد ولي الأمر يملي ابنه كل يوم الكلمات اللي خدها عشان ما ينساش ويمليه بالطريقة اللي أنا بأستهج بها يا حضرات يا رب نتبع هذا الاسلوب وان شاء الله تعالى والله ان شاء الله خير يعني طالما الواحد ليته خير صح كده طالما الواحد فعلا فعلا عايز يوصل علمه أو اللي أنا تعلمته لأبنائنا أكيد ربنا يعني هيوقف معايا وكذلك الأطفال كمان هيتعلموا حاجة والله هتقول ليه؟ مش رسالة لا ماشي ماشي حبابي يا حلوين طيب احنا تعرفنا على شكل حرف الشين تمام كده منصور أنا عارف والله تعبك معايا والله معلش ماشي بس يعني خلي الحاجة دي في سبيل الله تبارك وتعالى يعني أقدرها نديل الله تبارك وتعالى تمام أنا عارف النتاعي بالناس كلها والله بس يعني يعني في ظل ظروف الكورونا دي والله أبنائنا والله حينسوا فعلا حينسوا الكلمات اللي خدوها واللي تعليموا في المدرسة تمام كده؟ يبقى تعرفنا على شكل حرف الشين تعال بقى نسمع صوته عايزين نسمع صوت حرف الشين نسمع صوته يا تامر ازاي يا إسلام نسمع صوته ازاي هزاغزاغوا هم ولا عميليوا هشيكوا تبدلعوا أيوة برافو عليك يا حبيبي أيوة إسلام معانك وإي سهوب أيوة حركات القصيرة والطويلة يا أستاذ برافو عليك يا إسلام شطور يا حبيبي يالله حبيبي يا حلوين كده يالله مش عارف السطر بيميل ليه مش عارف الشين يالله حبيبي يالله الحركات القصيرة قول عليها يالله لأ 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 انت كده نسيت شين فتحة شا بص بصوا بصوا شا شا ما ينفعشل الجا لا شا 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 شاوقي برافو عليك شاربا شا 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 لابد الهو يطلع كده من إيه من بوء كل شين فتحة شا طب يالله شين كسرة شين كسرة شي شين كسرة شي طب شي نضم برافو عليك دي اسمها حركات ايه حبيبي ها حركات قصيرة فتحة والكسرة والضم اسمها حركات قصيرة ليه قصيرة يا أستاذ عشان ما بطولش نفسي ما بطولش صوتي وانا بقول الحرف الحركة شا شي شو ما بقولش شا لأ شا شي شو اسمها حركات قصيرة طب عزين مثال يا أستاذ في كلمة كده فيها الشين مفتوحة يلا كده حبيبي لا 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 بصوا حبيبي الأستاذ تامر بيقولي شاكر شاكر دي حركة طويلة شاكر الله ينور عليك شا را با ده دي شمال دي شين كسرة شاربا تمام كده ماشي يا إسلام ماشي حبي شين فتحة شا را فتحة را با فتحة با شا را با أوليها الأمور الكلمات اللي باقولها أمثلة لابد تمليها لابنك وبالطريقة اللي باقولها دلوقتي كده تقول له شين فتحة حبيبي شا شين فتحة شا را فتحة را يبقى شا را با فتحة با شا را با لما تمليه بهذه الطريقة علشان يعرف يكتب عشان ما يكتب شاربا يكتب مش مش ما ينفعش لابد تستهجلوا واحدة واحدة لحد مرحلة الحروف دي تخلص هتبص لقيه تمام معاك ومية مية تمام عايزين باقى شين المكسورة كده يلا هم 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 يلا شين المكسورة يلا كده هم هم يلا عاوزين شمال ولا تهزعلي عام ده هو يعني يقصد شمال اللي هو ايه اليسار يعني ماشي مش حاجة تانية يلا شين كسورة شي هاي شين كسورة شي بس مع صوتها هو شين كسورة شي وإحنا سين هنا ورضو شين كسورة شي من بعدها من دول العلف ما يبقى شي ما لم ضم لو شماله يعني احنا قضينا على يساره يا جمال عشان بس في الكنترول بيهزره ماشي شمال لو لا مش هعديها ماشي يلا تبشين ضم يا حبيبي ايو ايو محمد الشاهد ماشي يلا حبيبي حلوين يلا ها ها بوس حبيبي اهو شين ضم شو شين ضم شو شين ضم شين ضم شو ها يلا قول معايا رأس سكون شر شر فيه شربة فيه شرفة ما فيش مشكلة اي حاجة شين ضم شو بص عشان انا بقولك كده يا اسلام انا عارف يعني مش عارف انت اوخد كليه ازاي بص سمعني هنا بص ماشي شين ضم شو 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 رأس يا كنا ما ينفعش يا اسلام نقول كده شر شر ايوة بق فتحة بلاش بق دي بقى ها فق فتحة شر ف شر ف ها يعني ايه شرفة يعني شبا تمام كده شر فتو شر فتو انا بقولك الامثلة ليه عشان اقولك يعني ايه شين فتحة شين كسرة شين ضمة بنطقها ازاي تكرر مع ابنك على طول تكرر مع ابنك على طول تقوله ايه تقوله شين فتحة شا شين كسرة ش شين ضمة شو شين فتحة شا ر فتحة ر شا ر ب فتحة ب ش ر ب تمام كده طيب ادي شين فتحة شا شين كسرة ش شين ضمة شو طيب عاوزين يا حبايب يا حلوين بقى الحركات الطويلة يلا دي الحركات الخصيرة في كراسة الصوت الحرف عليمين كده عشان الكراسة كده افتحها كده يبقى الحركات القصيرة والحركات الطويلة قسطة يلا حبايب يا حلوين الشين هنا فتحة يا حبايب يا حلوين شا شا يبقى شا شين فتحة شا بعدها مد بالألف شا لا بود اقولو كده شين فتحة شا بعدها مد بالألف شا طيب شين كسرة شي عايزيني مدهها المدهة بالايه الله ينور علي يبقى الكسرة عشان امدها مدها بالياء الياء بيحب الكسرة والكسرة بتحب يمد بالياء يا الله كده شي طيب شن ضم بقى شن ضم بتحب بيه اتضم بتحب الياء الله ينور عليك يا حبيب والدي هادي شو يبقى علشان امد الحركة القصيرة اللي هي الفتحة نمدها بالالف الحركة القصيرة اللي هي الكسرة نمدها بالياء الحركة القصيرة الضمه نمدها بالواو شن فتحة شا بعدها مده بالالف شا يلا والمعايا شن كسرة شي بعدها مده بالياء شي شن ضمه شو بعدها مده بالواو شو تبعزين مثال يا استاذ على الشين اللي بعدها مده بالالف يا الله كده حبيب يا حلوين يا مطاطين يلا حد يمط الله ينور عليك شين فتحة؟ شا بعد أحمد بالألف شا يلا لا لسه لسه شا ري بو تمام كده؟ شين بعد أحمد بالألف؟ شا رأ كسرة ري يبقى شا ري بأضم بو هذه المادة بالألف هي المادة بالألف معلوش همزة معلوش فتحة معلوش كسرة ما فيش أي تشكيل عليه ولا سكون الحرف اللي قدامه عليه فتحة طيب يلا عايزين كده حبيبا حلوين شين مادة بالياء كده يلا يلا كده رأ فتحة رأ شين بعدها مادة بالياء يلا رشيدو مدينة في البحيرة اسمها رشيد يلا رأ فتحة رأ شين بعدها مادة بالياء شي يبقى رأ رأ شي ده الضم دو يبقى رأ شي دو تمام عايزين مادة بالواو بقى يلا يلا حبيبا حلوين بقى فتحة بقى شين بعدها مادة بالواو يلا 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 قول بشاورة هي بس بقى فتحة بقى شين بعدها مادة بالواو بشو الله ينور عليك يا حبيب والدي بصحة بقى حلوين بقى فتحة بقى شين بعدها مادة بالواو شو يبقى با شو شين ضمه شو يبقى با شو شو تمام كده منصور الله أنا عليك كده تعرفنا على حركات القصيرة شا ش شو حركات الطويلة ش ش ش وخدنا أمثلة بقى استكون وآخر حاجة عشان عزت بي ايه بينا اصد بي يعني 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 راجل بيستعجلني بلاش بينام دي الله ديك ماشي عشان الغر الغر تمام يلا حبيب يا حلوين مقطعطين يلا انا عارف ان انا قالت عليك النهاردة بس بجد يعني امقى مصود جدا 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 انا بيكون معاكم ممكن اعود ساعتين ثلاثة عادة على هو بس الكنتور بيزعج تمام كده يلا احنا تعرفنا الحركات القصيرة والحركات الطويلة تبس كون يا وستاذ بقى عاوز ان ننطأ الشين الساكنة ننطأها ازاي حبيب يا حلوين يلا مقطعطين يلا قدي الشين الساكنة ايه ينفع انطأ الوحدها طيب الشين الساكنة ايه ينفع انطأ الوحدها عادي الشين الساكنة ايه ينفع انطأ الوحدها طيب Papa انا اعمل ايه يا وستاذ عشان انطاها اعمل ايه هه احط حرفه قدامها متحرك وليأكل مثلا الف هامزة فتحة اش شوفوا الف فتحة الف همزة فتحة ا شين ساكنة من فشا اقول شاء او اش اش تمام الله ينور عليه طيب لو الف هامزة كسرة تبقى ايه اش طيب الف هامزة ضمة اوش تمام كده اش اش اوش بش 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 حش 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 تمام وش 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 قلها كده واتمرن عليها ولي الامر مرن ابنك عليها كتير طيب عاوزين مساء عالشين الساكينة بقى يلا يلا حبيبي حيلونا ما قطعتين كده يلا هم عالف هامزة فتحة اه هم شين ساكينة هي يلا انطق اش احكتل اش برضو بلاش اش راقات دي عشان القافل لسه ما خدوهاش بس اش را هو اش راقات برضو صح بس عشان بس يعني بابا من الحروف اللي خدوها يعني الف هامزة فتحة اه شين ساكينة هه اش را فتحة را اش را بأضامة بو اش را بو تمام الله ينور عليهم كده طيب تعالوا نشوفوا الكلمة دي كده هم 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 ممكن برضو اهو الف هامزة كسرة اي الف هامزة كسرة اي هم يلا والله هولا لحش ما ازعلش اهو اش را بعدها منت بالالف را يبا الف هامزة كسرة اي شين ساكينة اش را بعدها منت بالالف را يبا اش را هه اه اه يا عم والا تزعل عم والله ما زمي شو زعلك اتمو اش را قو الف هامزة كسرة اي شين ساكينة اش را بعدها منت بالالف را يبا اش را قفضة ما قو اش را قو تمام طيب نشوف مثال الاخير كده يلا هم يلا حبايبا حلوين كده لا دي بعدها منت بالالف ايوة هم ايه مفيش خالص ولا ايه يلا حبايبا حلوين كده عيني كسرة عيني كسرة عيني كسرة عيني كسرة ايه عيني كسرة اهي راسه اه شين ساكينة عيش ماشي را فتحة را يبا عيني كسرة ايه شين ساكينة عيش را فتحة را عيش را تأضم تو يبا عيش را تو عيش را تو حلو كده بص حبايبا حلوين عيني كسرة عيني كسرة عيش را فتحة را عيش را تأضم تو كده حبايبا حلوين كده نكتب الكلمات دي كده اخر حاجة بقى ماشي اه طبعا تابعوني برضو على الواتساب صفر الف صفر الف واحد وعشرين تلاتة وعشرين تلاتة وعشرين واي ولي امر اي طالب يسأل في التأسيس انا تحت امره وكل وقت لحضرتكم تمام كده اخر حاجة بقى يا حبيبا يا حبيبين كده عشان نلمي الحاجات اللي احنا خدناها ماشي ايه شبكة الحرب شبكة الايه يلا قل معايا شطور يا تنمو شبكة الحرف حرف الشين يا حبيبي يا حلوين لو رمينا عليه الشبكة حاجيب لي سمك ومال حاجيب لي ايه لالله ينور عليك يا حبيبي وليه حاجيب لي حركات قصيرة وطويلة وسكون يلا كده حبيبي يلا شين فتحة شا يلا شين كسرة شي يا الله حبيبي حلوين شين ضمه الله ينور عليك ايوا كده شين فتحة شا شين كسرة شين ضمه شو وحاجيب لي حركات طويلة يا اساز ايه بقى يا اساز محسن شا وحاجيب لي كمان يا حبيبي بقى حلوين ها ماد بالياء شي وحاجيب لي تاني يا ولاد يلا ايوا يا حبيبي بقى حلوين يا معطاقين شو وحاجيب لي برضو السكون يلا حاجيب لي بقى اقول لي كده ايوا بربو عليك اش اش حش 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 واش 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 ده اسمها شبكة الحرف تمام كده في وقت كتير في وقت كتير يا اساز محمد تمام كده يلا شبكة الحرف يا اساز محمد كده ناخدها كده عشان نوريها للناس شين فتحة شا شين كسرة شي شين ضمة شو شين بعدها مدولي الف شا شين بعدها مدولي يا شين بعدها مدولي واو شو شين الساكنة انا رفعش انطقها لوحدها يا اساز اش 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 باش 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 تمام كده يا سيد منصور تمام 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 كده يلا بقى ايه قبل ما نختم كده نقول كلمتين كده نقطعهم نشوف مين اللي هي هياخد بالهم التقطيع الشين كده اما ياشي يا حبيبي حلوين يا معطاطين انا عارف ان محمد ايه على اخره محمد عزت مش هاكله كده عوضي حصة الوليد مش هارف ليه براب من الناس يعني المحترمة المكتهدة حقيقة يعني حقيقة مش بقامله بجد يعني اه نشوف محمد الشاهد حط عليه ومندول بس ما مش مشكلة يلا حبيبي حلوين يلا هناخد كلمة كده ايه بقى رأيك بقى هناخد صحيح عشان مشرف الاستوديو يا الله كده حد ينطع لكلمة دي كده ميم ضمة مو شين ساكنة اقول ايه مشاء مشاء اما ليه يا استاذ اه الشين لابد اسمع صوتها وهي ساكنة اقول مش 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 اهي ميم ضمة مو شين ساكنة مش رأى كسرة ري يبقى موش ري فأضمة فو يبقى موش ري فو شوف انا عايز اتمليها لابنك بطرقة دي ميم ضمة يا حبيبي مو الشين الساكنة ما منفعش انطاقها لوحدها مش رأى كسرة ري يبقى موش ري فأضمة فو مش ري فو عايز انا قطعها بقى انا قطعها زي تنمور شوف برافو عليك انتخذها خلاص ووصلت للعالمية كده والنجومية بيقول لي تامر بيقول لي يا استاذ زي ما بمطعها بقطعها بقول له ازاي قال لي انا نطعتي مش مع بعضها يبقى الاتنين مع بعض يبقى الساكن مع اللي قدامه مش الرأي يا استاذ قوية لوحدها ما بعدش سكون ولا مد يبقى لوحدها ري واقطع والفأ قوية كذلك فأضمة فو يبقى مش ري فو كم مقطع حبيبي يا حلوين الله ينور عليك وبص عشان وفي معلومة تانية قبل ما امشي في معلومة جميلة جدا حتوحشوني والله بجد كله حيوحشني والله بصول بقى عشان ايه عشان نخلص لشلمة تندل ماشي في ناس لما تيجي تملي ابنك مثلا 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 يعني بصول كده عشان ما يختلفش او ما يطلع بطش في الكلمة مثلا يعني اقول مثلا مين اهو شوفوا حتا اللي جاية دي شوفوا الكلمة اللي جاية دي حد يبصي كده وينطق شين فتحة شا تبشين ديك قصيرة ولا طويلة قصيرة يبقى قولي ابني قصيرة حركة قصيرة شين فتحة شا ها فتحة ها يبقى كله قصيرة هو ده الفتحة ده شا ها ده في ناس هتغلط وتكتبلي وانا بعمل لي هتعمل لي كده هون كده هتكتبلي كده لا يا حبيبي يا حلوي دي حركة قصيرة ودي حركة طويلة شا ها وكلها مفتوحة اهيه اهيه شين بعدها مد بالألف شا لابد اعلم ابني كده الحركة القصيرة والحركة الطويلة اهو اهي يلا شوفوا شين فتحة شا اقول له دي قصيرة مش بعدها مد ها فتحة ها شا ها ده الفتحة ده شا ها ده شوفوا حركات قصيرة اوعى وهو بيكتب يغلط وعملها حركات طويلة هيكتبها لي كده شا ها فتحة ها ده الفتحة ده تمام كده شوفوا بعد اهيه تاني اكتب لكم وضع تاني اهيه شا ها ده تمام هنا هنا شا ها ده كلمات اهي дисمى حقول صحة بعضها حقول له لا في حركة طويلة لا بد مرر ابني على سماع الحركة القصيرة والحركة الطويلة زي دي شين فتحة شا قصيرة حبيبا اوعي HTTP بعدها مد ها فتحة ها ما بعداش مد ده الفتحة ده ما بعداش مد يبقى شا ها ده شين فتحة شا ها فتحة ها ده الفتحة ده أوعى يكتب بعدها مد زي دي لو أنا قلت له بقى شاء يعمل المد شين بعدها مدل ألف شاء ها فتحة ها ده الفتحة ده كده حبيبا حلوين مقططين إن شاء الله نتخابل إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله تعالى حقيقة مبسوط جدا 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 إلا أنا الحاجات اللي أنا بقالي سنتين بتعلمها وبتمرن فيها وأشغلها بقولها لأبنائي وبقولها لأولياء الأمور ده علم ينتفع به لابد ما خبهوش على الناس وده يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيأمرنا به إحنا كده خلصنا حد حرف الشين وإن شاء الله تعالى بعد العيد إن شاء الله تعالى لو استمر البرنامج حيبقى هنا إن شاء الله تعالى في قناة صحة جمال لو قدر الله لما يستمر يبقى على الواتساب وعلى صفحتي على فيسبوك حفظل معكم الحد ما وصلوك كمان تأسيس ناحو كمان تمام كده أشكر جميع زملائي حيا يعني مكتهدين وتعبوا معايا وأشكر حضرتكم لحسن متابعتكم وإلى أن ألتقي بكم بعد العيد إن شاء الله تعالى أترككم في رعاة الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته